ما هي المحروسة بالله؟ عام 1541 شن ملك إسبانيا شارلوكان حملة كبيرة للاستلاء على مدينة الجزائر بعد أن أضحت ندا حادا لطموحات الإمبراطورية الإسبانية في البحر المتوسط فاجتمع شارلوكان مع الإمبراطور الروماني وتحالف مع كل من ألمانيا وإيطاليا ومالطا ليتجاوز عدد جنود التحالف 36 ألف جندي أخبار الحملة وصلت إلى الجزائر فقام حسن آغا الذي خلف خير الدين برباروس في خيادة البلاد بتجهيز خمسة آلاف جندي لحماية المدينة المعركة غير المتكافئة أثارت مخاوف السكان الذين توسلوا إلى الله بالدعاء لينقض مدينتهم من الغزات وبعد حصار طويل وفي ليلة الرابع والعشرين من أكتوبر بدأت الأمطار تهطن بغزارة واشتدت الأمواج ما جعل جنود التحالف في معذل عن أسطولهم الذي تحطمت أغلب سفنه هذه الوضعية استغلها الجيش الجزائري لرد الغزات بهجوم خلف حسب مصادر تاريخية أكثر من أربعة آلاف قتيل من الجيش الإسباني وتحطم مئة وخمسين سفينة فيما استشهد مئتي جندي من الجزائريين ومن هنا سميت مدينة الجزائر بالمحروصة بالله وأنتم عزيزي المشاهد ما قصة تسمية مدينتك؟